اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوطنية الاولى ولذلك خصصنا لها ميزانية متزايدة وتزت الميزانية من 2016 إلى 2019 بـ 25 بلما الربع دي الميزانية دي المنظومة تكون تزت وضخينا اموال قوية في جميع البرامج الاجتماعية فلذلك الهدف ديالنا اولا نعمل تعليم جميع ابناء المغاربة وخصوصا في التعليم الاولي والتعليم الابتدائي بشهول المدرسة ثانيا نرفعون جودة دي للتعليم وننقصوا لهذا المدرسي وهذا الحمد لله الان بدك يتحقق شوية بشوية لهذا المدرسة ينقص سنة بعد سنة وتالتا تالتا نمكنه المتعلمين الى حصل على الشيشة هذا القى الشغل دياله بسهولة ولذلك التطوير البداغوجي والتطوير المناهج وإدخال عدد من المقتضاية الجديدة بحل الحس المقاولاتي بحل بحل التكوين الذاتي إمكانيات ما يسمى بالمهارات الحياتية نطمح في ان يتطور البحث العلمي اكتر وقلت بانه الحمد لله اليوم عندنا اربعات الجامعات الان مصنفة عالميا من بين الخمسمائة الجامعات الاولى على حسب تصنيفة الشنغاي وتصنيفة الدولية اخرى مما يعني انه الجامعة ديالنا كالتحسن تدريجيان وخال التحسن بطيء ولكن ان شاء الله خالي ندعمه باش يكون تحسن اكتر للبحث العلمي الفشل ديال نموذج التنموي المغربي الاقتصادي المغربي هو متلازم مع فشل منظومة التربوية لان المنظومة التربوية هي المكوية الاساس ديالنموذج التنموي اذا اليوم يجب اعادة النظار في الاضوار وفي كيفية اشتغال المدرسة المغربية بكافة اطوارها واسلاكها سواء منها في المعخص التكوين المهني او التعليم العالي او منظومة البحث العلمي ويجب تكريس المقاولة كفضاء لتكوين من اجل رصف انتاج الكفاءات مع صوق الشغل وهذا مسألة اساسية لان اليوم المهام ديال المدرسة ما بقى تشعر مهام ديال انتاج المعارف لصفوار وما بقى تشك كذلك مهام ديال تحويل هاد المعارف ولكن اصبحت كذلك انها يجب ان تنفتح على محيطها من اجل انه ادماج الشباب في سوق العمل هناك اختلالات بنيةوية تشوب منظومة تعليمية ديالنا وتشتر هذه الاختلالات منذ سنين الان هناك فرصة مرة اخرى لاصلاح حقيقي لمنظومة التعليم وتكوين المياني على كل حال واللي تشكلها طبعا هذا القانون الايطار كنظن بان وصل الوقت من اجل اخراج هذا القانون طبعا وفق مقاربة تشاركية اللي خاصة تكون مع الفرقاء الاجتماعيين اي الرجال ونساء تعليم لان اهم عنصر هو العنصر البشري واذا ما لم نهتم بالعنصر البشري في مجال تعليم ممكن لناش نرقاوا بالجودة وممكن لناش يكونوا عندنا مكوانين مؤهلين الى اخره انا واضح ان الالتحاد المغربي للشغل مع الانفتاح ومع تعليم المواد العلمية باللغات الاجنابية نقوله مع الانفتاح مع الانفتاح طبعا مع احترام اللغات الرسمية دي البلاد ولكن في اطار كذلك الانفتاح من اجل اعطاء الفرصة وتكافؤ الفرص لولاد المغاربة اذا هذه مسألة ومن تم ضرورة اخراج هذا الملف من تجادبات السياسوية والاديولوجية لان هذا في الواقع ما خصوش يعرقل مسار دي الاصلاحي ما ورد فرق حيث باستقلال حول العرض دي السيدة رئيس الحكومة فيما يخص التربية الوطنية وبالضبط في مشروع القانون الاطار دي التعليم المواد العلمية باللغات الاجنابية اليوم الاشكالية دي هذه الحكومة هي انها ما عرفاش اشمن مغريب بغا واشمن مغربي بغا وبالتالي ما عندهاش فكرة على المشروع الفلسفي اللي غادي دور حول التربية وحول التكوين وحول التعليم ذكرناها بمجموعة من ملفات العالقة التي واجب عليها واصبحت لزمن عليها اليوم انها تحلى وإلا راها غادة توصل مزيد من التصدع ومزيد من الانفجار ذكرنا بضحايا النظامين ذكرنا بزنزانة سعود ذكرنا بالموضوع دي التقدم شهادة البكالوريا ودعونا الحكومة والسيد رئيس الحكومة الى اخراج واحد النظام اساسي متوازن لحل كل هذه المشاكل المطروحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة